موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين ييدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد نادانا رب العزة في القرآن الكريم بوصف الإيمان وأمرنا أن نكون مع الصادقين يا أيها الذين منتقوا الله وكونوا مع الصادقين ودعانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالصدق في القول والإخلاص في العمل وحذرنا من الكذب عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن العبد لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله والصدق مطابقة مطابقة الكلام لمقتضى الواقع أن يكون صادقا في قوله صادقا في نيته فلو لم يكن صادقا نية ومجرد اللفظ كان صادقا فيه لا يكفي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهدوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قال عنهم كاذبون ما عنهم قالوا إنك لرسول الله والله يقول يعلم إنك لرسوله ولكن لما قالوها بلسانهم دون قلوبهم ودون إيمانهم ودون نيتهم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالصدق فضيلة هي أم الوائل أمرنا الإسلام أن نعود عليها أبناءنا منذ نعومة أظفاره وأن نعلم أطفالنا بالسلوك والقدوة فنكون أمام أطفالنا صادقين ليتعودوا على فضيلة الصدق ولا نكذب حتى لا يستهينوا بالكذب ولذلك يروي عبد الله بن عامر يقول دعتني أمي ذات مرة ورسول الله قاعد في بيتنا عليه الصلاة والسلام فقالت تعالى أعطيك بعض الأمهات أن تجذب ابنها ليستجيب وليطيع فتعده بهدية أو بعدة فإذا لم تفي له تكون قد كذبت عليه فيقول دعتني أمي ذات مرة ورسول الله قاعد في بيتنا قالت تعالى أعطيك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه كتبها الله عليك كذبا حتى على طفلها وابنها إذا لم تفي بما وعدته به يكتبها الله عليها كذبا وذنبا وإثما حتى يخرج الأبناء وقد تعودوا على فضيلة الصدق وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عرف منذ صغره ومنذ نشأته وقبل بعثته وبعد بعثته بأنه الصادق الأمين وقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قط كان الصادق الأمين ويدعونا إلى فضيلة الصدق وربنا يأمرنا أن نكون أمين على الصادقين لأن الصدق فضيلة من أهم الفضائل التي فيها يستريح الناس للإنسان ويحبون أن يتعاملوا معه أن الصدق طمأنينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبا دع ما يريبك يعني ما تشك فيه إلى ما لا يريبك إلى ما لا شك فيه فإن الصدق طمأنينة يطمأن الإنسان إلى الإنسان فيأخذ خبره ويتعامل معه لو كان بائعا أو مش فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبا صاحب الكذب يشك الناس فيه ولا يسقون فيه ولا يرتاحون إليه ولهذا كان لهذه المضيلة أميتها في معاملاتنا الإنسانية وفي علاماتنا الاجتماعية ووصف الله تعالى بها في القرآن الكريم رسله عليهم صلاة الله وسلم وقبلها رسوله صلى الله عليه وسلم نسأل العافية وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته